احاطة اممية لاستنهاد الضامنين في دول الخليج وكذا ايران لضمان استمرارها من خلال زيارات واتصالات اممية شملت عواصم الدول فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة رأاه المبعوث الاممي بانه خطوة لبناء الثقة بين اطراف النزاع الامر الذي وصفه بانه ملموس مجتمعيا ونبه بانه يتطلب عملا دؤوا لاستمراره المبعوث الاممي اجاب عن تساؤلاته وجود تصعيد بان الامم المتحدة لن تستطيع ان تنهي لهيب الجبهات لكنها تحاول لحد منها قليلا وهو الامر الذي برغم التطمينات الا انه مقلق ومدخل حقيقي لفتح فصل جديد من الصراع في اليمن خزان صافر هو الاخر كان محطا امميا في الاحاطة والذي قال المبعوث بان هناك جهود لاستكمال المبلغ المطلوب بعد من قامت الامم المتحدة وهولندا بجمع واحد واربعين مليون دولار فقط وهو المبلغ الذي لن يكفي سوى لنقل النفط من ناقلة الى اخرى بينما يتبقى خطوة تقطيع الناقلة وتحقيق شرط الحوثيين القاضي باستبدال الناقلة باخرى الامم المتحدة عبر مبعوثها عبرت عن شكرها للمجلس الرئاسي على تعاطيه البناء مع الهدنة الاممية والليونة لما فيه صالح المدنيين كما ان الامم المتحدة في المقابل تحاول جاهدة ان تقابل الخطوات بالضغط على الحوثيين لفتح طريق الحوبان